أكد وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصرين بالخارج بدر عبد العاطي محورية دور الذراع الدبلوماسية للدولة المصرية في تحقيق المصالح الاستراتيجية للوطن كونها تعد خط الدفاع الأول عن المصالح المصرية في الخارج خلال لقائه مع سفراء مصر بالخارج والسفراء المنقولين حديثا لرئاسة عدد من بعثات مصر الدبلوماسية والقنصلية أكد عبد العاطي على الأهمية القصوى على أن سفارات مصر عليها مسئولية كبيرة في دعم الاقتصاد الوطني عن طريق الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة الواعدة في مصر هذا وأشار الوزير إلى أن حماية مصالح المصرين في الخارج تعد بمثابة أولوية قصوى لعمل البعثات المصرية في دول الاعتماد